بسه بنرصد وبنتابع مع حضراتكم مجموعة من النماذج المضيئة النماذج اللي قررت اللي هي يعني ربما تتخلى عن عادات سيئة ويكونوا أشخاص أفضل ويفيدوا ويأثروا في المجتمع بدل مكانوا أشخاص سلبيين أشخاص وقعين تحت أثير الإدمان والمخدرات هنشوف مجموعة من قصص النجاح لشباب أقلعوا عن المخدرات وتعافوا من الإدمان في رحلة التعافي اللي استمرت على مدار سنة وانتهت مع آخر شهور فيها علشان يبدأوا السنة الجديدة في 2023 وهم أصحاء ومؤثرين في مجتمعهم نخلت مرحلة الإدمان دي وانا عندي 18 سنة بطلت كتير كان كل التبطيلات اللي بطلتها أبطل مثلا أربع شهور خمس شهور وارجع تاني النهاردة التبطيلة اللي أنا أبطلها النهاردة متعافي لها شكل تاني شكل تاني بمعنى أن أنا النهاردة واخد قرار من اللي شفته في المأساة اللي أنا شفتها في حياتي تعبت دنيتك الليها خربت بسبب المخدرات بس فوقت متأخر اللي هو دلوقتي فوقت وبعد سنة متعافي ده طبعا بيرجع للفريق العلاجي اللي بطلني الوعي الزايد اللي أنا اكتشفته في نفسي اللي أنا بعمل به فجأة كده وفي يوم وليه حسيت إن أنا فاشل وإن أنا مليش أي لازمة حياتي كلها بايزة لا يعتمد علي وده وده ما كانش خليني مبسوط يعني فقررت إن أنا حاول أقف على رجلي تاني يمكن أعرف أقف على رجلي تاني عرفت إن محدش هيسندني غير نفسي وربنا طبعا بعد ما طلبت منه المساعدة وسندوق يعني كافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو في جنبي يعني بعد ربنا طبعا أنا في لحظة دخول إلى المستشفى حسيت بالأمان أصلي يعني أنا في لحظة دخول إلى المستشفى مع استقبال الأخصائي والدكتور والعلاج اللي بالمجان أنا حسيت إن في أجواء مساعدة من غير ما يكونوا معايزين مني حاجة يعني وما مش أعيز مني حاجة غير إن أنا لبقى كويس فأكيد واحد بيعمل كده يبقى أهم مصلحتي أو شايف مصلحتي أهم حاجة في الدنيا يعني بالفضل ربنا والتجربة اللي أنا يعني ابتريت أطعمك فيها التعافي الحمد لله يعني بقى عندي النهاردة أنا قدر رسالة التعافي شوية حاجات أنا عملتها أو طلبت مني إن أنا أنفذها برنامج العلاجي ابتريت أطبقها يعني بصورة واضحة وكنت أنا محتاج إن أنا أعمل دوت لإن كنت عايزة أبطل فعلا عشان خاطر نفسي فابتريت إن أنا أشتغل على ده الحمد لله ويعني كان ساعدني كتير ناس في الفريق العلاجي إن أنا يعني أشتغل على نفسي بالمستوى دوت والحمد لله يعني وصلت إن أنا أبقى مش في علاجي في المكان خلينا متفقين إن الإدمان مرض سلوكي اعتمادي قهري أساسه الخوف فمما إنه أساسه الخوف أنا كنت خايف أواجه خايف ما معرفش أصحب خايف ما أقدرش أعيش خايف ما أقدرش أتعامل مع اللي حوالي فلما دخلت في المخدر أول إدمان عموماً قداني في الأول أحسيت إن أنا حس بجرأة حس لأنا قادر أواجه حس لأنا بعرف أعيش بس كلها حاجات مزيفة هي في الأول أنا مغيب عن الواقع ففاكر نفسي إن أنا آه قادر وبعمل وبسوي بس أنا في الأخير مفيش وقدتني إنحضار بعدها فترة خدت إنحضار طبعاً جداً جداً يعني المخدرات رحلتها قصيارة وقصيارة قوي أحسن حاجة لوحدة ما لها ما يسافرهاش أنا جربت لك ما استفدتش حاجة عايت بازت وقعت انهارت تدهورت فقدت السيطرة على نفسي بقى عند إنحليل أخلاقي ما بقيتش قريب للإنسانية أو البناء إدم بقيت حاجة تانية فبلايش عاوز تاخد خطوة إيجابية 16-23 ده رقم الخط الساخن في صندوق المكافحة تكلموا 24 ساعة متوجدين 7 ايام في الأسبوع عن ساعتك نحن أول حاجة نستقبل طبعاً المريض أول حاجة لازم نكون متقابلينه يعني بكل المشاكل اللي عنده بنبدأ أن نفهم طبيعة مرضه وأنه هو مريض نفسي ومحتاج المساعدة ونحاول نقدمه المساعدة دي وبنفهم طريقة العلاج بتاعته تبقى ماشية ازاي تبقى مرحلتين مرحلة الديتوكس أو الأعراض الانسحاب وعكده مرحلة التأهيل ونبدأ نفهمه طبيعة مرضه وأن الفترة العلاجية بتاعته هتكون ماشية ازاي وبنحاول إن احنا نطمنه بحيث أن نفهمه أن انت مريض زي أي مريض طالب المساعدة وإحنا هنقدم لك المساعدة وبناء عليه إحنا بنبدأ نفهمه طبيعة المرض وبنشتغل معه برنامج التأهيل بتاعته بعد ما بيخلص فترة أعراض الانسحاب وبنشتغل بقى البرنامج التأهيل بتاعته ونبدأ ندعمه بقى نفسيا ونبدأ نعمله أعدة تأهيل مرة تانية سؤال نفسية أو اجتمعية وبنبدأ نعمله دمج تاني للمجتمع اشتركوا في القناة